نذر الحرب التي تلوح بها ايران وامريكا ستكون محطتها الاساسية العراق هذا ما اشارت اليه صحيفة ناشونال انترست الامريكية في مقال لها حول الصراع الامريكي الايراني وهذا ما تؤكده الاحداث التي توالت مؤخرا والهجمات التي شنتها ايران والميليشيات الموالية لها حيث رأت الصحيفة ان العراق الذي يقبع تحت الهيمنة الايرانية ستكون له حصة الاسد من هذه الحرب المحتملة في حال اندلاعها وكذلك سوريا التي توجد فيها قواعد ثابتة للحرس الثوري والقائمة تطول وتتسع لتشمل المنطقة كلها من نسبة للولايات المتحدة فان المواجهة مع ايران تمتد من اسفل نهر الفرات في سوريا الى قاعدة التنف الصحراوية في الاراضي السورية قرب الحدود العراقية وصولا الى العراق حيث تتمركز قواعدها العسكرية وبحسب الصحيفة فان الامريكيين يدركون جيدا ان الدعم الايراني لميليشيات الحجد في العراق يشكل اكبر تهديد لمصالحهم في المنطقة ومن هذا المنطلق اشار الرئيس الامريكي دونالد ترامف في اواخر عام 2018 الى ان بلاده ستستخدم العراق لمراقبة ايران ثم جاءت تأكدات لمسؤولين امريكيين في الرابع عشر من ايار الماضي ان طائرة من دون طيار انطلقت من العراق واستهدفت خط انابيب في السعودية وبعدها بخمسة ايام سقط صاروخ بالقرب من السفارة الامريكية ببغداد ومن ثم تعرض معسكر التاجي الذي تتمركز فيه قوات امريكية لقصف بالصواريخ وكذلك شنت هجمات صاروخية على مواقع نفطية بالبصرة وقاعدة بلد العسكرية وكل المؤشرات تدل على ان من نفذ هذه الهجمات هي الميليشيات المدعومة من ايران المراقبون توقفوا كثيرا لتحليل قرار دمج الميليشيات مع القوات الحكومية خصوصا ان تصنيف واشنطن لعدد منها ضمن القوائم الارهابية كميليشيا حزب الله والنجباء والعصائب لم يمنع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من اصدار قرار دمج هذه الميليشيات ليمنح بذلك غطاء قانونيا للجرائم الطائفية التي ترتكبها هذه الميليشيات بحق العراقيين من جهة ولشرعنة وجودها ودفاعها المستميط عن طهران من جهة اخرى حتى وان كان الثمن ان يصبح العراق ساحة مفتوحة لصراع امريكي ايراني لا ناقتله فيه ولا جمل